ايها الاخوة الكرام الكسر نوم مديد تأجيل تأجيل لا مبالاة هذر للوقت كلام فارغ سهرة لا معنى لها لقاء سازج مشي في الطرقات متابعة مسلسلات هاتذا يضيع وقت الناس يفاجأون بعلة في اجسامهم تتفاقم هذه العلة ثم النعوة على جدران بيوته ماذا قدمت يا عبد الى متى انت باللذات مشغول وانت عن كل ما قدمت مسؤول تعصي الاله وانت تظهر حبه ذاك العمر في المقال شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب يطيع لو نظمت وقتك ضع برنامج للقاءاتك لمطالعتك لحضور دروس العلم للدعوة الى الله لكسب المال للجلوس مع الاهل لا بد من برنامج لا بد من تنظيم الوقت لا ينتظر احدا الوقت يمضي ما مضافات والمؤمل غيب ولك الساعة التي انت فيها لا تملك الا هذه الساعة ما مضافات والمؤمل لا تملكه كم من شاب مات قبل ما يتوقع كم عشرات الوقت ثمين جدا انت بضعة ايام كل من قضى يوم انقضى بضع منك ايها الاخوة الكرام اول سبب هو الكسل والكسل من نتائجه الفقر وهذا الفقر مذموم هذا فقر الكسل لا تقل لي انا صابر هذا صبر الحمقى في كسل عندك مهمات عندك اولاد عندك زوجي عندك متطلبات حينما تنظم وقتك وتسأل الله الرزق الحلال وتخرج من بيتك في وقت مبكر الله عز وجل يتولى ان يرزقك رزقا حلالا طيبا الكسل من صفات الشعوب المتخلفة الكسل كسل جلوس استلقاء كلام فارغ المؤمن وقته ثمين دعي النبي عليه الصلاة والسلام للعب وكان طفلا صغيرا فقال في سن مبكرة انا لم اخلق لهذا هناك العاب تستهلق وقتا كثيرا معظم الناس يلعبون الشدة والمرد وهالالعاب هاي للساعة انتين للتلاتة قاعدين يلعبون يعني شيء لا يصدق هؤلاء اشقى الناس يا ايها الاخوة الكرام هناك سبب كبير جدا بضياع الوقت انه عدم وجود هدف لك في الحياة ما له هدف هدفه ان يعيش يعيش ان يأكل اكل ان ينام ينام ان يجلس مع زوجته جلس معها ان يجلس مع اولاده جلس ما في هدف لا يعلم لماذا هو في الدنيا بل لك يعني هذا قدرنا جئت من اين ولكني اتيت فرأيت قدامي طريقا فمشيت كيف جئت كيف ابصرت طريقي لست ادري قال ولماذا لست ادري لست ادري هذا انسان سخيف انسان يعيش على هامش الحياة انسان لا يستطيع ان يفعل شيئا الذي لا يعرف لماذا هو في الدنيا وما خلقت الجنة والانسة الا ليعبدون الا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلقك ليرحمك اسألهم وجبات الرحمة توب الى الله من ذنوبك ادي الصلوات الخمس اقرأ القرآن ابتهل الى الله اجلس مجلس العلم صاحب المؤمنين عدم وجود هدف هو احد اكبر اسباب ضياع الوقت الان قد يقول لك قائل وقد يقول لك طالب علم انا اعرف لماذا خلقت انا خلقت لمعرفة الله ولطاعته وللجنة طير هل عندك خطة تفصيلية لهذا الهدف العلماء قالوا الاهداف من دون خطط احلام وامنيات والله جل جلاله لا يتعامل معنا بالاماني ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجزبه ابدا كل واحد منا يتمنى ان يكون مؤمنا كبيرا وتاجرا ناجحا وموظفا مهما وزوجا سعيدا كل واحد التمنيات بضاعة الحمقى ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها في حركة ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجر لا بد من ان تتحرك ما ان تستقر حقيقة الامان في قلب المؤمن حتى تعبر عن ذاتها بحركة نحو الخلق الوضع السكوني تأجيل ارجاء مواعيد غير صحيحة قابع في البيت لا بد من اجلس فيه مع اهلك واولادك لا بد من وقت تكسب فيه المال لا بد من تنظيم الاوقات ايها الاخوة الكرام واحد اسباب ضياع الوقت سوء التنظيم هناك انسان مركزي يفعل كل شيء بنفسه ولا يثق باحد هذا ما حاله يستهلك وقتا كبيرا جدا لانجاز قليل جدا هذا العمل قد يقوم به ابنك دعه له قد تقوم به زوجتك دعه لها لا بد من ان تعمل عملا بمستوى امكاناتك اما اذا عملت عملا يقوم به من هو دونك بكثير فهذا من سوء التنظيم وسوء التخطيط معما ذلك يمكن ان يضيع وقت كثير بانتاج قليل اذا لا بد من مدافعة الكسل ولا بد من وجود هدف كبير يستقطب جهدك واهتماماتك ولا بد من وجود خطة لتحقيق هذا الهدف ولا بد من حسن تنظيم هذه الخطة وشيء اخر يضيع الوقت ليس من قبلك من قبل الاخرين هذا الذي يعيش حالة الملل فيأتي لزيارتك من دون موعد ما عنده شيء ما عنده ما يقول اطلاقا لك يريد ان يمضي الوقت معك وينسى انك على موعد او على انجاز مهمة وعلى انجاز عمل فلا بد من ان ننتبه انني اذا كنت فارغا اذا كنت بحالة ملل وسأم لا ينبغي ايضا اضيع اوقات الاخرين الذين عليهم مهمات ينبغي ان ينجزوها فتطفل الاخرين ايضا من اسباب ضياع الوقت مكالمة احيانا ساعة هذا الهاتف معطل ساعة والكلام فارغ ما فيش ابدا حوادث يومية فيها تذكر في هذه المكالمة فانت مضطر الى ان تتصل به مكالمة طويلة كلام فارغ هذه حالة بعض المسلمين يا ايها الاخوة الكرام اسباب ضياع الوقت الكسل وعدم وجود هدف كبير وعدم وجود خطة لهذا الهدف وسوء التنظيم وتطفل الاخرين هذا مما يضيع الوقت الان من زاوية ايمانية انت حينما تزكي على وقتك كيف انك تزكي مالك كيف انك تنفق بعضا من مالك والرد الالهي يحفظ الله لك بقية مالك انت اذا انفقت بعض وقتك فيما امرت يحفظ الله لك بقية وقتك اذا اديت الصلوات فانت تزكي وقتك ان اديت العبادات فانت تزكي وقتك ان عملت عملا صالحا في وقت سمين يبارك الله لك في بقية وقتك يحفظ الله لك بقية وقتك يعني الله عز وجل قادر ان يتلف لك وقتا طويلا بلا سبب الانسان اذا ظن على ربه ان يؤدي العبادات وان يعمل الصالحات وان يتعلم القرآن اذا ظن على ربه ان يستهلك وقته فيما خلق لك ادبه الله عز وجل بان يتلف له وقتا مديدا بلا فائد